اشتركوا في القناة احمد بدري ابن المدينة الذي رسم الزربية المغربية بألوان جذبت الروع لهذا الشارع الذي يعبر عن ألق حي المرين بالقصر الكبير مجيون ببدري مجيون بخير الله يلا رجل ندريه ويش وخدم على رأسه ووليداته مجيون حالة نقية الله يلا بله ويشوفوا قد أجبهم وناس قد أجبهم عجبتني سألت الناس وما عجباتهم هو مطوع معنا والناس مدعمة معنا ديال حي العربة تهيد دعمتها بمسجم ديالة شوية ومطوع معنا تهوه مسكن بالسباغة دياله بالسباغة دياله بكل شي دياله الله يكتر خير وخلف عليه طيبية الحال هذه مبادرة جد 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 طيبة كنت أتوى حد ميساج مزيان بزاف مثلا زعمال تغيير يجي من عدنا مثل نجد من المسؤولين أو للسلطات يغيره يجي جي تغيير معنا طبعا الحال وطبع الحال كل الشكر ومو الفكرة ورسم ديالنا باش أنك تضيع وقتك والجهد ديالك في شيء ما بحالك لك تعاون ناس آخرين ماشي غير راسك شي حاجة وعلا بزاف طبع الحال كل الشكر وحنا فرحانين بزاف هو فنان إذن وإن رفض مطلقا هذه التسمية هو عاشق لألوان تمكن من خلالها من محو آثار الإهمال في كل ركن من أركان حي العروبة عبر طريقة أوقع فيها ألوان الزراب أرضا لما فيها من مواضيع تحمل الكثير من الدلالات التاريخية لمدينة كانت الزراب القصرية فيها محط أنظار زوار المدينة إلى وقت قريب أنا عاشق للألوان اللسوا بالفنان أنا كان بغين مرر رسائل للسكان ديال الأحياء للشباب ديال الأحياء بأنهم يعتنوا بالأحياء ديالهم ربما بالألوان أو بالأغراس أو بشيء آخر المهم يحافظوا على الأحياء ديالهم أنا اخترت الموضوع ديال الزربية لأن لما فيهم دلالة تاريخية لما فيهم دلالة تاريخية ولما فيهم فرحة بأن الزربية كتعبرنا على الأعراس وعلى الأفراح كتعبرنا على وممتوع وفي نفس الوقت كان بغين بأن نعطي بأن الزربية راه كانت الزربية قصرية تعطف ديال الناس الحمد لله من بديت هذه ست سنين هذه ست سنين في الأحياء ديال المدينة بالجداريات والأعمال ديال إعادة تدوير النفايات قد تجو وفي هذا الآخر في هذا الأحياء العروبة هنا في المرينة قد تجو كبير لأن الناس كانوا مشتاقين لهذا الشيء هذا كانوا بغين ولكن ما لقاوش اللي جي ميتالان ديال لومنا ديال التطوع من الشهر درمضان إلى يومنا هذا مجلس تشنعار هذا الشيء هذا كين أصدقاء اللي هم كين مدوني بالصباغة وكين لأخر المساهمة ديال الساكينة مساهمة ديال السكان بعضيات ومتهمة كيشريوا الصباغة وكندير هاتشي هذا تطوعي للسكان الحلم ديالي وهو نشوف مدينة القصر الكبير في أبها حلة يعني المدينة اللي كانت كاتم تاز بالباساتين كانت كاتب داس تمتاز بمسك الليل خصات رجع لأنه مدينة القصر كبير تاريخ والتاريخ ما خصناش نفرطو فيه